ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تحيط من ورائهم فإذا أردتم أن تحافظوا على بلدكم فالزموا الجماعة فإنها الحصن الحصير الذي يثبت الله به الخير ويدرأ به الفتن وتتقطع دونه أطمع الأهداء وحسد الحاسدين أما إذا العدو وجد ثغرة وتنفسا فسينج وسيغذي الناس بالفتن ويمنيهم بالأمان وقد يريهم أن نعامهم ليست بنعام وأن هذه إنما هي حياة البهائم تأكلون تشربون تنعمون تنامون تقومون في أمن ورخاء هذه حياة البهائم يقولون لا بد أن تحكموا أن تشاركوكم في السياسة وفي الحكم وفي الملك هذه الحرية أما أنتم حياتكم عبيد الحرية في طاعة الله وطاعة الرسول ليست في الفتن المذلة والهوان في معصية الله ومن يهن الله فما له من مكرم إذا أنعم على الناس بالنعم ورتعوا في الأمن والأمان ما واجبهم فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم إذا أمنت من خوف ووضعمت من جوع عليك أن تقوم بعبادة الله وطاعته ترجمة نانسي قنقر